اشتركوا في القناة فقتل شاب تليتنيات من العمر بالشارع بساتور قدى لفصل راسه ووصفت وزارة الداخلية المصرية المتهم ببيام بالمهتز نفسيا تفعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هالموضوع ونقسمه لقسمين القسم الاول اتهم الفنان المصري محمد رمضان انه السبب باللي صار بالاخص انه لقات المهتز نفسيا الموضوع اللي جعله يتأمس شخصيته اللي قدمه بمسلسل الاسطورة ودفعه لا يعيش الدور بكل تفاصيله متابعين رمضان رفضوا فكرة لومو علي صار بالعكس اشهدوا بيقدقوا بمعظم المسلسلات اللي قدمه واكدوا انه الانسان الطبيعي بيشوف محمد رمضان وبيستمتع باللي بيقدمه وبيعرف انه كل اللي عم يشوفه بالمسلسلات هو تمثيل تصدر الفنان السعودي عبدالله بالخير لترنت بعد ظهوره بتسريحة شعر غريبة بفيديو انتشر بقوة عن مواقع التواصل وكعدته بيرسم عبدالله الفرح والابتسامة على كل اللي بيلتقى فيه وبين بالفيديو اللي صوره الاعلامي احمد خميس زوج نجمة مواقع التواصل لاجتماعي مشاعر الشحي بتسريحة جديدة وقف احمد وطلب منه يلتفت للخلف حتى يفاجئ زوجته بوجوده ووقت وصلت مشاعر عبرت عن صدمته وكانت ردة فعل عبدالله بالخير طريفة فصرخ بوجه وهو اسلوب معروف عنه وقت يبين اندهاشه من اي مواقف تصدرت قبل ايام نجمة طيور الجنة جنم اداد مواقع التواصل بعد ما نشرت صورة حديثة الى صفحتها الخاصة بيانت فيها بمختلفة عن السابق بعد ما خسرت الكتير من وزنه وازداد جماله اكتر وتساءل البعض عن صرخ خسارتها الوزن بشكل واضح ونفيت مصادر مقربة منه ان تكون خضعت لعملية التكميم فهي بعدها صغيرة كتير عالموضوع واضفت المعلومات ان اعتمدت نظام غزائي صحي وامتنعت عن تناول الحلويات اللي بتحبه الداول رواد مواقع التواصل صورة الاولاد الاعلامي السعودي لوجين عمران سامير وجيلان بعد ما كانت اخفتهم بصورة سابقة وبالتفاصيل نشرت لوجين صورة بتجمعها بولادها من عيد ميلادها اللي احتفلت فيه من فترة والليفت هو تصرف لوجين اللي خبت وجه ابن سامير وبنتها جيلان برموز وسرب حدا صور واضحة لهم واتنقلها لكتير من المتابعين من دون ما ياخدوا بعين الاعتبار سرية حياته الشخصية انتشرت صورة للممثل التركي اللي اشتهر بدور عدنام بيك بمسلسل العشق الممنوع سالجوك بونتام والليفت بالموضوع كان ظهور سالجوك بمطعم شعبة وقال المتابعين انه عم يمرق بمشكلة مالية وظروف اجتماعية صعبة واتضح بعدها انها صورة اخدت داخل مطعم دون اذنه كنوع من الترويج للمطعم وهي منى بسبب مشكلة مادية بس هو حاب يأكل فطيرة جبنة ورفع سالجوك قضية ضد المطعم وحصل على تعويض وصل ل122 الف دولار امريكي بسبب تسريب الصورة وانتشار الاخبار الكاسبة كان معكم بموجز الفن علي صولي لا تعرفوا كيف في الاخبار الفنية زوروا موقعنا الفن.com واشتركوا بقناتنا على اليوتيوب